الشخص المظلوم مثلا قد يقف انثنين في المحكمة أمام القاضي قاضي الدنيا طبعا فعندما يقفون أمام قاضي الدنيا قاضي الدنيا يحكم بالظاهر هذا جاب شهود زور جاب سكوك مزورة جاب كذب خدع أخذ حقه بالمكر والحيلة خلاص هو انتصر الآن صحيح إذا جاء يوم القيامة تنصب محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وشهودها يوم تشهد عليهم إيش ألسنتهم أيديهم أرجلهم بل حتى الجلود تشهد والأرض تشهد والملك يشهد كل هؤلاء شهود ينطقهم الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والقاضي هو الله جل جلال لا فيه لا ظلم ولا رشوة ولا خداع ولا كذب ولذلك حتى هذا الإنسان الذي أخذ حقه لا يخاف الله لطيف يحفظ حقه يوم القيامة ولا يضيعه فإلى كل مظلوم لا تخف لا تخف الله موجود الله مطلع ولا تحسب أن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فيا من ظلم لا تخف ربك موجود بل تأملوا معي هذه الآيات يا إخوة يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلة متى هذا؟ هذا يوم القيامة يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلة الله يا أخوان تخيلوا المشاكل الجبال نسفت الأرض بدلت الخلائق حشرت وجيء بالناس يتبعون الداعي من هناك من ينديهم تعالوا من هنا تعالوا من هنا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة لا ملك إلا ملك الله عز وجل اللطيف الذي يعلم خفايا الأمور وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يومئذ يتبعون يومئذ لا تنفع الشفاعة لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله يعني اللي ما يسمح له الله ما راح يتكلم يا أخو ما أضعف الإنسان يضعف في ذاك الموقف لكن شكور الله بعدها قال عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما الذي يجي ذاك اليوم وقد ظلم ظلم زوجه ظلم عامل ظلم خادمة في المنزل ظلم إنسان في تعامله أخذ حق ضعيف ظلم يتيم ينتبه لنفسه لازم ننتبه لنفسه لأن ذلك اليوم يوم يتصرف فيه الله بعباده فيأخذ حق الشات الجماء التي لم يكن لها قرون في الدنيا تنطح التي قرأتها في الدنيا لماذا؟ لكي كل إنسان وكل بهيمة وكل مخلوق يأخذ حقه كاملا فلذلك أنت ماذا تستفيد من هذا المعنى الأول؟ أنك تنتبه في تعاملك مع الله فتكون صادق لا تظن أن ما تخفيه يخفى على الله فالله عز وجل عليم بكل شيء ألا يعلم من خلق؟ وهو إيش؟ وهو اللطيف الخبير قال الله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير فأسأل الله أن يعاملنا بلطفه ورحمته هذا المعنى الأول المعنى الثاني هو تدبير أمور الخلائق بلطف بهدوء بدون ما يشعره يعني أنت تلقاك ما يشي في حياتك فيدبر لك الله سبحانه وتعالى أمور أنت ما تشعر فيها يمهد فيها حياتك في رزقك مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشعر تلقاك أنت مثلا الآن ماشي في درب واشتريت لك بضاعة هذه البضاعة اللي وصلتك من الذي أتى بها من آخر الدنيا وحماها في السفن التي حملتها ثم مرت على من دولة إلى دولة ثم مرت على الجمارك ثم مرت حتى وصلت إلى التجار وكل هذا ربي قاعد يحفظها لك حتى وصلت إليك لكي تبيحها وتشتيحها أنت ما تفكر إلا بالفلوس اللي دفعتها ثم بعت فيها طيب من دبر هذا كله لك إلا الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير مصري خلونا أعطيكم قصة عجيبة يا أخوة حدثت لشاب أعرفه واتصلت فيه أمس لأتأكد من الموضوع بنفسي وقلت هذا اللي صار معقل هذا شاب كان دائما يخدم المعاقب يحب يخدم كنت أنا أعمل في جمعية خاصة في المعاقين وهذا كان يأتيني دائما ويشفع لهذا ويخدم هذا وحريص جدا على المعاقين دخل عليه في يوم من الأيام وقال لي يا شيخ أنا معي ورم خطير في الرقبة ادع لي فأنا الآن رايح بس أودع أهلي هو من أهل جيزان قال أودع أهلي أهلي في جيزان وأرجع ثم أدخل عملية لكن نسبة الشفاء ضعيفة جدا وقد أصاب بشلل مدى الحياة ادع لي يا شيخ تسأل الله لك التوفيق وإن شاء الله ربي يحفظك ما هو بحنا لنحفظك شوفي شئ اللي صار لهذا الشف ركب سيارته كان شاريها جديدة وانطلق على زيارة أهله لجيزان ويصير له حادث ويموت في ذلك الحادث ضمن ستة أشخاص هو ما الذي حدث له طلعت حديدة فضربته مع رقبته محل الورمة ضربته ودخل في غيبوبة استمر في الغيبوبة سنة كاملة فقد السمع فقد البصر فقد النطق أصبح مشلول وهو سنة كاملة في غيبوبته بعد سنة رجع له السمع بدأ الجسم ينبت من جديد سبحان الله شوي رجعت له الذاكرة كان فقد الذاكرة رجعت له الذاكرة بدأ يبصر لكنه مشلول أصيب بنزيف حاد جدا بدأ الدم يصب منه صبا فكان هذا النزيف سبب لأن يرتفع عنه الشلل وتتحرك أعضاءه سبحان الله ثم بعد ذلك يقوم ويصبح طيب متعافي عنده نوع من اللعاقة لكنه يمشي ما الذي حدث الذي حدث أن هذه الحديدة طيرت الورم الذي كان موجود في الرقم وشفاه الله ودبر الله حياته والآن هو طيب ولا فيه لا من دبر هذا هل كنت تتصور أنه ما راح يعالج هذا الإنسان إلا حادث فعالجه الحادث هذا هو تدبير الله هذا لطف الله إخوان يقص علينا أحد الإخوة قصة عجيبة كان فيه عمارة فيها منور تعرفون المنور وكان دائماً المطر يأتي وفيه تصريف جيد في هذا المنور يوم من الأيام أغلق هذا المنور تسكر ونزل مطر غزير فبدأت المواية ترتفع 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 وتخبرون المناور غالباً يكون فيها قاذورات ومخلفات وإلى آخر فدخلت القاذورات هذه على مطبخ أحد البيوت فلما قاموا الصبح عشان ينظفون وجدوا أن هناك قطعة من البلاستيك ملفوفة ومربوطة ربط فقالوا هذه من الطبيعية أخذوها وذهبوا بها إلى إمام المسجد لما نظر لها قال هذا سحر واضح أنه سحر ذهبوا به لمن يفك قرأوا عليه الرقية وفكوه وانتهى الموضوع من هو المسحور قد يكون المسحور دعا دعوة وقال يا رب اشفني فيدبر الله عز وجل البطر ويغلق المنور ليخرج هذا السحر الذي يمكن له سنين موجود في هذا المنور محدر عنه حتى يصل إلى هؤلاء فيفتحونه فينقذهم الله عز وجل إذن يا إخواني ربنا جالس يدبر حياتنا ويدبر أمورنا فنثق بالله سبحانه وتعالى يجب أن تكون واثق أن حياتك الذي يدبره هو الله وليس أنت فما المطلوب منك إذن خلاصة ما مضى المطلوب أولا أن تنتبه في تعاملك مع الله فهو لا تخفى عليه الخواف هذا واحد اثنين دائما أرفع ذيك إلى الله وقل اللهم دبر لي أموري دبر حياتي اللهم ألقي علي محبة منك اللهم أصنعني على عينك اللهم أجعلني مباركا إلى ما كنت والله إن وفقك الله ودبر حياتك وفوضت أمرك إليه وأحسنت ظنك فيه لا تجد العجب العجاب في حياتك في رزقك في صحتك في كل أمور حياتك بس ربي بابه مفتوح ويداه مبسوطتان أنت لازم تتحرك وتقترب منه وتلجأ إليه دائما وتصلح ما بينك وبينه لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس ومن يتق الله إيش يجعل له مخرجا هذه قاعدة تتق الله يجعل لك الله مخرج من أي أمر كان بس اتق الله راقب الله اصلح ما بينك وبين الله واطلب الله حسن التدبير وأبشر بالخير فالله لطيف بعباده أسأل الله تعالى يا أخواني أن ينفعنا بما سمعنا ونجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا ونعيننا على طاعة ومرضاته صلى الله وسلم وضارك على نبينا محمد وإلى لقاء قادم في درس قادم لابنى من الله